مع مختلف المتدخلين في الدول الأعضاء رابعا الاستفادة من تجارب الشركات الإقليمية وممارساتها الفضلة بما في ذلك منتدى التعاون الروسي الإفريقي معالي السيد وزير خارجية روسيا التحادية أصحاب المعالي والسعادة الغزراء ورؤساء الوفود السيد الأمي العام حضرت السيدات والسادة لا يغيب عن بهن أحد أن لقاءنا هذا ينعقل بالتزام مع استمرار موجة العدوان المسلح الذي يتعرض له قطع غزة وما خلفه وما زال من ضحايا بالآلاف في صفوف المدنيين ومن تخريب وضمار وحصار شامل ولقد سعى وقد سبق أن دعا جلالة الملك محمد السادس انطلاقا من التزام جلالته بالسلام وبصفته رئيسة للجنة القدس إلى التحرك الجماعي كل من موقعه لخفض التسعيد ووقف إطلاق النار بشكل دائم وقابل للمراقبة وضمان حماية المدنيين وعدم استهدافهم والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية بانسيابية وبكميات كافية لساكنة غزة وإرساء أفق سياسي للقضية الفلسطينية كفيل بإنعاش حل الدولتين المتوافق عليه دوليا ومن هذا المنطلق أكد جلالته غير ما مر على أنه لا بديل عن سلام حقيقي في المنطقة يضمن للفلسطينيين حقوقهم المشروعة في إطار حل الدولتين ولا بديل عن دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية ولا بديل عن تقوية السلطة الفلسطينية بقيادة فخامة الرئيس محمود عباس ولا بديل عن وضع آليات لأمن إقليمي مستدام قائم على احترام القانون الدولي والمرجعيات الدولية المتعارف عليها ونتطلع أيضاً أن تكتمل فصول العملية السياسية في ليبيا في أقرب الآجال بواسطة الأشقاء الليبيين أنفسهم عبر تنظيم الاستحقاقات الانتخابية في موعدها المحدد بعيداً عن التأثيرات الخارجية وهو ما سيشكل بداية لمرحلة جديدة في هذا البلد الشقيق أساسها الاستقرار والشرعية والاستجابة لمتطلبات الشعب الليبي كما يحدون أمل كبير في أن تستقر الأوضاع في كافة الوطن العربي على أساس تغليب الحوار والمبادرات السلمية وبحكم مكانة روسيا الاتحادية في المنصدب الدولي وبالنظر إلى دورها الإقليمي الفاعل وعلاقاتها الوطيدة بالعالم العربي واطلاعها المعمق على واقعه فإننا نرى في روسيا شريكاً قادراً على لعب دور بناء في المساهمة في حل هذه القضايا وفقاً لمبادئ التضامن الفاعل والتأثير الإيجابي لقد حان الوقت أن يتم التعامل مع العالم العربي وفق مقاربة مغايرة في التعاطي مع قضاياه وانشغالاته مقاربة تستجيب للتحديات الراهنة التي يعرفها العالم والمنطقة العربية خاصة مقاربة تتعامل مع الدول العربية كمنظومة متسقة لها وزنها الإقليمي والدولي مقاربة مبنية على شراكة حقيقية روحاً ومضموناً تدافع عن قضايا وانشغالات الدول العربية قولاً وفعلاً وأخيراً مقاربة قوامها التنصيق السياسي والتعاون الاقتصادي والتقارب الإنساني والحرص المشترك على حفظ الأمن والسلم بالطرق السلمية أصحاب المعالي والسعادة إن المملكة المغربية تعتبر منتدى التعاون العربي الروسي انتداداً للعلاقات التاريخية القائمة بين المغرب وروسيا تلك العلاقات الضاربة لجدورها في القدم لأكثر من قرنين من الزمن تسبت على الدوام بالحوار والتعاون والتقدير والاحترام المتبادل وقد عرفت هذه العلاقات قفزة نوعية إثر الزيارتين الرسميتين التي قام بهما جلالة الملك محمد السادس لروسيا سنتين 2000 و2016 حيث توجد الزيارة الأخيرة لجلالته بتوقيع إيلان الشراكة الاستراتيجية الذي أرسى أسساً جديدة للعلاقة الثنائية بين البلدين وإذا كانت المملكة المغربية تحتل الرتبة الثالثة أهم خمس شركاء تجاريين لروسيا في القارة الإفريقية فإن هذه الرتبة تبقى في اعتقادنا دون طموحنا ورغبتنا في الارتقاء بهذه الشراكة الاستراتيجية إلى مستويات أعلى وأفاق أرحم ومن خرطنا في تقوية المنتدى العربي الروسي والمضي به قدما على جميع الأصعدة إلا تعبير عن رغبتنا في تطوير العلاقات متعددة الأبعاد التي تربط المملكة المغربية وكلنا أمل في أن تكون هذه الدورة في نسختها السادسة محطة مهمة في مصاري التعاون العربي الروسي ترقى إلى مستوى طموحاتنا المشتركة بما يعود بالنفع والمصلحة على الجانبين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته